يا اخوينوهات وأخوات السرمه لكم مرحبا بكم جميعا كنتم أن تكونوا على خير وبخير التحية طلب الاحرار في جميع المغرب تحية في المغرب وخارج المغرب تحية لمتتتبعين نشكركم جميعا على التعليقات نشكركم على الآ Frank كنشكركم على البارتاج وكنشكر حتى الناس اللي ما كيدروش البارتاج كنشكر حتى الناس اللي كيدرو ديس لايك وكنشكر حتى الناس اللي كيسبوف التعليقات مرحبا بالجميع هنا غير بغيت نقول يعني بغيت نبارك المغاربة بوحد بوحد يعني نجاح نجاح كبير جدا في المغرب اللي حققه مؤخرا اللي هاد الخبار اللي خرج في الموقع ديال جلوبال باور اللي كي يصنف القوة العسكرية في اي بلاد ونفض الخبار المغرب يتجاوز فرنسا ويدخل نادي الخمسة عشر دولة الاقوى في العالم من حيث الدبابات المدمرة يعني المغرب تجاوز فرنسا في عدد الدبابات المدمرة شيء جميل شيء جميل نفرحولي ولكن وش المغرب تجاوز فرنسا في الصحة وش المغرب قادر يتجاوز فرنسا في التعليم وش في المغرب قادر يتجاوز فرنسا في التنمية البشرية والله ما يقدر ولكن علاش علاش تجاوز فرنسا في عدد الدبابات لان المغرب في المال سيب يعني الاموال دي للشعب مغربي اول يو باش تتصرف على الشعب مغربي كيمشي واحد كيمشي واحد كيمشي واحد كيعطيها الدول الاجنابية كيشتري من عندهم الدبابات باش هو يحافظ على الكورسي ديالو خسكم تعرف واحد اللعبة عالمية كترا الان ما بين الدول المصنعة والدول المستهلكة لا اخذوا المغرب المغرب دولة مستهلكة المغرب باك يصنعز الدبابات ولكن جاوز فرنسا في عدد الدبابات يعني بحي اللي دباء المغرب رأي يقدر ينتصر على فرنسا يعني الى نازل تحرب ما بين المغرب وفرنسا يعني بحي اللي رأى المغرب ينتصر على فرنسا ولكن اخواني اخواتي خسكم تعرفوا واحد القادية هادي الدول المصنعة شنو كدير كانت تمشيل عند دول المتخلفة دول ديكتاتورية كان عرفوا المغرب دولة ديكتاتورية كي مشيوا عند الدكتاتور تيقولوا لي عفتيشنو احنا رأى نحميوك ونخليوك على الكورسي ولكن خسك تشري من عندنا الدبابات والاسلحة وهذه وهذه يعني هذا هو يعني التفسير ديال ان المغرب يعني وعباد الله المغرب وش قولي غير الدبابات اه نقول يعني القوة العسكرية هادي شي حاجة اللي مهمة في اي دولة متعفق عن هاد القادية ولكن تجاوز فرنسا فعداد الدبابات وش هذا يعني انك اصبحت اقوى من فرنسا وش الجيش المغربي تي يكون السردين تي يكون العسكرية وش الجيش المغربي كيعيش في Sitz وش جيش الفرنسي كيمشي يغسل سليبت ديال الزوجات الديال الجنرالات الفرنسيين وش الجيش الفرنسي كيمشي كي يخدم عاملات بيوت عند الجنرالات الفرنسيين نحنا عدنا entrar في المغربي الفقر الشخص وهو الجندي. افقر شخص في المغرب وهو الجندي. قلقوا مسادين عليهم مساكن في الخلاق. لن عاسم زيان لمك لم زيانة لا طبيب مزيانة. يعني فش كتشوف جندي مغريبي بحالة يبالكش واحد عاد خارج من الحبس. سر شوف الجنود الفرنسيين كيف اجدارين. ولا حاضين غير يعني يعني كتشتريوا الولاء يعني الدولة المغربية كتشتري الولاء. النظام المغربي كي يشري الولاء. باش يحافظوا عليه في المغرب خصو يخلصوا ليهم باش يشري دبابات. قد كنت تعرف لان دبل لان دباد القادية دبل فرانسا مثلا والامريكان وازي. غت جي عند المغرب. غت قولي غن نحافظ نخليك في الكرسي. اخلصني الكاش. نو ما سيقول ليش خفصنا الكاش غت جي معيقة. غي يقولوا يسرين من عندنا الاسليحة. شرين من عندنا الطيارات. شرين من عندنا الدبابات. شرين من عندنا هذه. إلا بغيتي نحافظو ليك على. لابغيتي تحافظ على الكرسي ديال قوات شي اللي كنتشوفوها في السعودية مثلا. السعودية عندها اقوى عسكرية. اقوى يعني. اكبر قوة عسكرية في الخارج. واش كتظنوا ان السعودية مثلا قادرة مثلا تواجهة الصين ولا روسيا ولا امريكان ولا ولا والطاليان. نو. انا كي بيعوني هم ذاك شي غير باش كي يحافظوا على الديمومة ديالا على الصيرورة ديالا في ذيك البلاد. يعني ذاك اللعبة عطينين اعطيك. بغيتي تبقى في الكرسي. وبغيتي تبقى قامع الشعب. نحن نقومو لك بالاستخبارات. نحن نقومو لك بالحفاظ على الامن. نحن ندلولك كل شي. ولكن لخصصك تشري من عندنا هاتش. وفي الجانب الاخر هذيك الدول المتقدمة هذيك الدول المصنعة اللي كاتبي عنا احنا الدبابات. الدبابة مكتطلعش دولة مصنعة ملينة تصنع دبابة. مش حل غطلع عليها? عشرات المليون. عشرين مليون. مش حل كاتبي حل المغرب. كاتبي حل المغرب. بسبعين مليون لثمانين مليون يعني شكل يستفد هنا من هذا الشيء؟ أرى هنا علش هنا كنشوف الدول المصنعة الدول الديمقراطية كيفاش كتحاول تخدم الشعوب ديالها وهد المداخيل ديال هد البيع هد البابات اللي كيجوموا في فرنسا ومالالماني وكذا كيمشوا كيستفدون من هد الشعوب اللي كتشر من عندهم هد الصناعات إلا بغيت يتعبر على أنك فعلا دولة قوية عسكريا هد الدبابات ما خصوش شريهم خصوش تصنحهم خصوش يكون الصناعة محلية فرنسا إلا كانت مثلا مكلاسية إلا أنت تجوز لفرنسا في صناعات في عدد الدبابات وفرنسا ركتصنحهم وفرنسا ما غد يشبشي تدلة باش غد تشير عند شي دولة تقول لهم لا أرحم بباكم حميوني وأنا نشر من عندكم كل شي فرنسا اللي بغيت تصنحهم حتى 5000 دبابات غد يتصنح علي عند المعامل اللي صناعت الدبابات ألمانيا اللي مشي تشير عندها الدبابات غد تصنع الدبابات طالين كتصنع الدبابات يعني هاد يعني كيفاش كتبغير تضحكوا علي يا بالله يعني كيفاش يعني لأموال ديال الشعب بمداخل ديال الضرائب بمداخل ديال المداخل القومية المغربية كلها كتصرف بلا ما كيسي قلنا المغاربة على الخبار وهذه الدبابات إلي جي نشوفهم مثلا تاريخ المغرب أنا قولوا ديك حرب الصحراء الحرب مع الصحراء شحيل ديال اسلحة تشيرت على هود الصحراء الهون قارات ديال الجيش في المغرب عامرة بالطيار عامرة بالدبابات عامرة بالقرطاس عامرة بالميطرعيات عامرة راب صدها ولي كيصدوا عرضيش كيدلوا ليهم ماللي كيصدوا كيمشو كيبيعون الدول الافريقية اللي نايدا في هالخواضات كيمشو كيسمع ليها تيبيعون بطريقة غير شرعية هاد شلي كيترا أعتني السرائي لكيي في تجاوز يلك فرنسا فرنسا معadt Braun دبابات هذا لكي ويبسؤلفة وماذا عن المداري؟ ماذا ن نhetto نظيف في المغربة وتقول الطريق ماذا نعتما في مدهث عامة ؟ الإعتناء تمامهم والإع persönي 되어 تكلمك في قاعدة لا يستطيع تطيع أن فرنسا في القاعدة ست تح الأ Sierra Leanne الشحندta اللي كتب من اللي بنادي كيمرض كيمشي كيمشي عند كيمشي الفرنسا كيدداوى ماذا يعبرو هادا واش سمعتو مثلا رئيس فرنسي ولا اه ولا رئيس بريطانيا كيمشي كيتعالفش دولة اجنابية واشلا ندنا عدنا المسؤولين والماليك وكلهم اللي كيمرضو كيمشي كيلفرنسا كيمشي كيلفرنسا كيمشي كيلفرنسا اه وعلش ما نكونوش مثلا احنا احسن من فرنسا ف ف المستشفيات اللي باش نكونو احنا احسن منهم في عدد دبابات الله يجال ادوز لكم على اقرافذكم الدبابات شنو غاندنو بها الدبابات واش هاد الدبابات مرتن غدي 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 غفروا لشعب مغربي الشغل واش هاد الدبابات مثلا غدي غفروا للمغربي التنمية البشرية ولا التنمية في شي ضومين ما تنظرش الملاير اللي تحطات في هاد الدبابات انا امشا هو كي يستفد من هالشعب اللي صنعت هاد الدبابات انا اي لا بغيت ان انتفق معاك ولا بغيت ان ايدك انا بغيت باش المغرب مثلا يتجاوز فرنسا في عدد الدبابات بغيت هادك الفرنسا يكون في اماد المراكو صنعتها في المغرب عاديك الساعة يمكن ينتفق معاك وانقول اوكي حناك نصنعها الدبابات واشفتوا شفتوا الفيديو ديال دوك الحرقة اللي مشاوا الجزر القناري يعني بحيلا سجانة هربوا من السجن فعلا هادوك سجانة كانوا مسجولين في المغرب وهربوا من السجن اللي اسميته المغرب شفتوا كما كيصل الله وتيكبروا والناس اللي ما كيستقبلوهم يعني شفتوا يعني الفرق يعني غير جزيرة جزيرة اللي في الخلاب نعلم بغادي حارق الجزيرة وهكذا كو حسب راسو فرحان وسعيد جدا علش لانه هرب من السجن المغربي اللي عبارة عن سجن الشعب كله تيعيش في السجن والمسؤولين الرام تم تيعيشوا يعني تيعيشوا الحياة الجميلة بحال شي مدير السجن تيعيش في السجن تا هو عنده دارزوين وكدا ولكن في نفس الوقت رعيت في السجن وهذا شي اللي كدري المسؤولين المالك رعيش في القصورة كل مدينة عنده قصر وعنده إقامات وعنده الوش والهم لكحل واش شعب المغرب يركي يعاني يعني في السجن لا خدماء لا لا تعليم لا صحة لا سكن لائق لا حياة لا حرية لا ديمقراطية لا حرية التعبير ما يعني هذا؟ هذا ما يحجر من السجن ما يحجر من الألكاتراس المغربي رعون أكثر من الألكاتراس حراس الشجن هم اللي عايشين بخير في المغرب الحراس ديال السجن هم اللي عايشين في المغرب ولكن الشعب كله تيعيش بحالة السجنة ما تعبرش للرأي ديالك ما تقولش الحقيقة ما تفضحش الفاسد عيش فاقير عيش مقموع عيش خانز عيش براكا لا خدمة لا ماكلة لا حقوق لا صحة لا تعليم لا والو عشنو غد تقول متى على المغرب كدولة عشنو غد تقول على المغرب كدولة الدعارة العتيصابات الفقر الجوع أيش غد تقول على المغرب عشنو غد نقول على المغرب ماللي كنشوف الناس مساكن ينظم الباطل وتيكبروا الله اكبر في دولة المسيحية ما حدث؟ المغرب الزوان،ها المغرب في الخدمة المغرب في المغرب المغرب في الاخراء التي ستطلعوا له وجهات بالمغرب هذا ما الذي كان في المغرب هذا الش Jenny كان في المغرب وبقعوا ساكماين في المغرب وبقوا ساكماين وبقوا معلوم Standards وبقوا غالثين وتصاور المالك في ديوركم وبقواarth مالك وبقوا Tampa في الشوارع وبقوا وتعبدونو هذا وبقوا تحنوا له الى الى يوم القيامة وكي شحنك يقول Operul الحمد لله ادش اللي يعطى الله الحمد لله را ربيك يغضب عليك من اللي كتقول الحمد لله وانت ساكت على الظلم را الله حرم الظلم على راسه لو كان الله بغي يضلم كن راه يضلم ولكن تومه قبلته الظلم من عند البشر ظلمه البشر اللي ربي تيحرمه راك ما دمت انت ساكت على الظلم را حتى انت ظالم ما دمتك تجيك تقول الحمد لله حتى انت ترى انت ترى غتشت تعذف جهنم حتى انت ترى ينتظرك عدم آلم علش لانا ساكت على الظلم لان الله خلقك حر الله خرجك من رحمة امك انسانا حرا وانت قبلتي العبودية وقبلتي الظلم وقبلتي الجوع وقبلتي الامية وقبلتي العبودية دمتك تقول لك ربي خلقك كإنسان حر وانت قبلتي الظلم على راسك يعني انت شوك تدير هنا يا اشوك تقول هنا يا انت انسان كافر انت تتحدى الله الله اللي حرم الظلم والله اللي حرم التهميش هذا كله حرمه الله ولكن انت قابل عليه وهو فرحان وكتبشي لنهار الجمعة كتصليه وتنتكبشي كتصلي كتصلي الفجار وكتصلي الظهر وكتصلي العصر وكتصلي المغرب وكتدير وكتدير ولكن انت ترتكب اكبر جريمة على وجه الارض وهو انك قابل الظلم وقابل العبودية وكتقول عاش المالك ها انت لك هذا ماذا يعبر يعني هذا هو يعبر على انك انسان كافر يعني ما تقولش لي ركتصليه ولا غادي تبشي الجمعة ولا غادي تقرر القرآن ولا كده انت قابل الظلم انت ملي قابل الظلم اذا انت لك ظلم فوالا غادي نمشي وسيدي الواحد القديه اخرى اللي تي هابا نمشي وسيدي نكملوا هنا الخبر شتي يقول ليك كشف الموقع العالمي Global Firepower عن التصنيف العالمي الجديد للدول التي تملك أسطولا كبيرا من الدبابات المدمرة والتي وضعت المغرب ضمن الخمسة عشر دولة في العالم من حيث الدبابات المدمرة في أحدث تصنيف لعام 2020 ووفق المعطية التي نشرها الموقع الشاهر فإن المغرب يتموقع ضمن المركز الخمسة عشر عالميا 1443 دبابة مدمرة ليكون القوة الأوى بشمال إفريقيا والثانية إفريقيا بعد مصر والثالث عربيا بعد مصر وسوريا حيث تربعت مصر في الرتب الرابع عالميا ب4295 دبابة مدمرة تاليها سوريا في المرتبة الثالثة عالميا والثانية عربيا ب4145 دبابة مدمرة وليجا تشوفوا مثلا هذه أكبر ضول ديكتاتورية في المنطقة يعني متخلفين في كل شيء متخلفين في التعليم متخلفين في الصحة متخلفين في حقوق الإنسان متخلفين في الديمقراطية متخلفين في مصر وسوريا والمغرب يعني قمة الدكتاتورية علش لأن هاد الناس ما كيتحاسبوش هاد الناس ما كيوقفوش في البرلامان وتيقولوا رح نعلد نوحد الصفقة غير نشيروها وكي ناقشو دكشيف البرلامان وللشعب كيسيق الخبار هاد الديكتاتوريين يعني تدروا شرعي الدين في المداخل ديال الدول ديالهم ما كيتحاسبوش هاد هو المشكلة اللي كان في الدول هاد ما كيتحاسبوش كنتشوفوا مصر الشعب فين عايش كنتشوفوا سوريا كيف الشعب عايش ولكن يعني كيتكلاساوهما يعني في المراتب الأولى في حيازة الدبابات المقاتلة وهلا جي يتقلب عن هادوك الدبابات رأى الأصل ديال هادوك الدبابات مثلا اللي عند المغرب ولا عند المصر ولا عند سوريا هادوك الدبابات رأى نهار الشعب غادي ينوضي تظاهر رغي يخرجوا هادوك الدبابات غي بقوي يستعملهم ضد الشعب وهادوك الدبابات المشرية برزق الشعب بخيرات الشعب وشوفوا يعني القضارة ديال هادو الأنظمة هدي قل كما أشرت ذات المعطيات إلى أن المغربية تربعة في الرتبة الثالثة عربيا والثانية إفريقيا وخمسة عشر عالميا بألف واربعة وثلاثة واربعين دبابة مدمرة خلال سنة الفين وعشرين متوفقا بذلك على جزائر التي جاءت 24 عالميا وفرنسا 33 عالميا سعى في غير الجزائر أصبح هنا نبس حتى وفرانسا جاءت مكلاسية 33 عالميا والمغرب جاءت مكلاسية وقبل فرانسا يعني أن المغرب راح صلى من الفرانسا أعدند ! إييي! أخبر مش أن نقول ليكم والله querتمكن للعزر عليكم أسحب نقول لكم والله يعطيكم للعز در motivo thinks إلى شوفتوا الأخو الأخوات يكبرونه لما وصلوا الجزر القناري يعني منظر مبكي ولكن يعني منظر انتم كنشوفو الناس كيصل ضيو شوف 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 بحي الله هربين من السجن بحي الله هربين من السجن بحي الله يسوجناء هربين من السجن شوف كي يكبرونه لهروبهم من وطنيهم وتصوروا القادرة في الوصلات في هذه الدولة النظام الذي يدفع بالمواطنين دياله شوفوا هذا النظام في الوصل للشعب شوفوا هذا النظام في الوصل انتغام بحياته انتغام بمستقبل دياله وكان جاءوا مسؤولين خلقه المالك عيش يعني اغنى واحد في العالم وولده اغنى طفل في العالم والقوصول والباد يعني ايش غادي نقول لكم والله العظيم الى هذا من فوالا اه مبروك عليكم المغرب اه مكلاسي حسن من فرنسا في حيازة الدبابات المقاتلة كانت مني احجركم موضوع بارتاجي دير لايك ما تديرش ديس لايك دير اللي بغيتي بارتاجي ما تبارتاجيش المهم اخوة الاخوات سبارك الله عليكم اشتركوا في القناة